توثيق الزخارف الإسلامية فن أتقنته إيمان حمدية في محاولة منها لإعادة هذا النوع من الفن إلى الواجهة حفاظا عليه من الضيعة تقضي الفنانة الشاب إيمان حمدية جل وقتها توثيق الزخارف الهندسية الإسلامية التي تصغر بها المواقع الدينية والتاريخية في مدينة القدس لإيمانها بأن هذا النوع من الفن يحمي هوية المكان من الضيعة وقد نشرت إيمان مؤخرا أعمالها في عدة معارضة في القدس المحتلة يعني هو أكيد نوع من أنواع الصمود أنه بيكفي أنه زي أنت عم بتحاربي عشان كل الوقت تثبتي أن هويتك مهمة كمان بنفس الوقت تثبتي في وجود لهويتك لما الهوية هاي تصير عم تنتقل معانا عن منتجاتنا اللي هي إحنا عم نستخدمها يوم يوم بدون ما عن جد إحنا ندرك أن إحنا مسكين وعن نحافظ على هوية لألنا على ثقافة لألنا عترات لألنا بس فكرة أني أنا ممكن اليوم أحمل شنطة عليها هذا الناقش بكرة ممكن أكون حاملة خليني أحكي دفتر عم بكتب عليه ملاحظاتي فكرة أنه أنت عم بتشوفي هاي التصميم وعم بتشوفي هاي الهوية من تقلب حدا والتاني إيمان وثقت أيضا زخارف هندسية إسلامية على الشبابيك المسجد الأقصى المبارك التي تعرض بعض منها للكسر خلال المواجهات مع الاحتلال نتيجة قنابل الصوت والرصاص المطاطية بداية كان شغلي في المسجد الأقصى هو عم بعتمد على ترميم الفوسيفساء يعني أنا عم برمم إرث كان موجود من قبل عم نحافظ عليه بس الفكرة أن أنا تعلمت كيف عم نرسم هاي الاشياء اللي أنا عم برممها يعني أنا زي رجعت خطوة لأخذ أساسات على إشي أنا عم بشتغل فيه كطبيعة شغل بالضبط هي مش مرتبطة ترميم الفوسيفساء إشي ورسم الزخارف يعني إشي بتلاقوا في أنهم عم بطبق الرسمة في تكنيك الريشة والألوان سلاحان تحاول إيمان من خلالهما توثيق كل ما يخص المدينة المقدسة بما فيها المسجد الأقصى المبارك والعديد من المدارس الإسلامية والمراكز التاريخية رغم أن هذا النوع من الفن يحتاج إلى التركيز والصبر والدقة في العمل والتوثيق نهاية حجازي القدس